موسيقى موسيقى نهاردة معنا دكتور أحمد نجيب أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك ممكن حضرتك تعرفتنا بنفسك أنا دكتور أحمد نجيب مدرس مساعد بقسم القلب كلية الطب جامعة الإسكندرية شرفتني وجودكم معي شكرا جدا دكتور حضرتك أول مرة تشرفنا في المؤتمر لا أنا بقي لي خمس سنين دلوقتي خمس سنين بحضر مؤتمر كارديو أليكس بقي لي فترة طب وحضرتك شايف أي تطورات في المؤتمر السنيني أكيد كارديو أليكس معاودنا دايما زي كل سنة يبقى مختلف سنة عن سنة السنة دي كان في كزا من كزا مكان في العالم كان في كزا سيشن كزا لكشر في مجالات القلب المختلفة مؤتمر حقيقي فعلا بيتطور من سنة لسنة الحمد لله الحمد لله دكتور كنا عرفنا أن حضرتك عندك سيشنز السنة دي في المؤتمر آه السنة دي كنا بنتكلم أكتر عن التدخلات الحديثة اللي مرضى القلب بالشرايين التاجية بالذات كسور الشرايين التاجية ومدى الاستفادة من الدعمات السنة دي ومدى اختيار هل فعلا العام محتاج دعمات أو محتاج حاجات تانية زي جراحات القلب المفتوح حوالي الفروقات ما بينهم وبرده كان فيه سيشن بنتكلم عن الضغط كمان بالنسبة للسيدات الحوامل وانا برده كان كزا السيشن الحمد لله برده كان بيتكلم عن الضغط عموما وعن كسور في مرضى القلب وضعف عاط القلب دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك كيف نستعد للأسطرة هو المريض لما بيبقى داخل الأسطرة أول حاجة لازم دايما يبقى المريض يبقى صايم بستة ساعت لازم يبقى أخذ أدويته في نفس الوقت برضو لازم المريض يبقى عارف انه هو مش هيكل يعني من قبلها بيوم في نفس الوقت لو المريض هيركب دعمات لازم يبقى أخذ أدوية السيولة بتاعته عشان هذا يبقى مفيد للدعمات بس غير كده ما فيش أي حاجة تانية يعني أهم حاجة موضوع للسيوم ده وموضوع طبعا يبقى ان الضغط متزبط والسكر يبقى متزبطين طب حضرتك عايزة أعرف ايه شرايين التاجية؟ هذه هي الشرايين اللي تغزي하기 escalق هيحركت القلب عندما يأتي وتعب أو يأتي وتحسكون ح 2000 يبقى أحد أسباب نتيجة ridgeق في الشرايين التاجية ربانا سبحانه وتعالى خ Rinpo القلب يابرة في حجمه صموعات القلب يبقى يضغزي القلب الشرايين السيوم الشرايين هي شرايين التاجية وثمنا يا شر مجهود يحس لو حإنeven حوالها مصنع السيوم ومنتصف الصدر ويقول لك أنا أحسس بحرقية نبدأ أن نشك يكون فيه حاجة في الشرايين التاجية فلازم نلحق العيان ده بدري قبل إلا قدر الله ما يدخل في حاجة اللي هي سموها الزبحة الصدرية غير مستقرة أو الجلطات فمهم قوي طبعاً دي أهم حاجة من أهم الحاجات اللي في القلب ومن أهم الحاجات اللي لازم تكتشف بدري بس الشرايين التاجية هي طبعاً منتشرة كتير في مصر بسبب السكر وبسبب الضغط بس أهم حاجة فيها الاكتشاف المبكر ليه أمتى ممكن أن يحصل الكسور في الشرايين التاجية؟ أكتر مع الناس اللي عندهم السكر ما بقاش متزبط الناس اللي عندهم ضغط برضو مش متزبط الناس فيه عامل للوراثة برضو ده مهم بيأثر طبعاً على الشرايين التاجية وطبعاً الأكل السيء بذات ارتفاع الكولسترول أو الأكل اللي فيه كولسترول ضرب بالذات دي أكتر حاجات طبعاً الناس اللي ما تلعبش رياضة كتير طبعاً مع السن كل ما يزيد السن كل ما ده كان عرضه أكتر أنه يأتي له مشكلة في الشرايين التاجية لكن هذه أهم الأسباب مرسي جداً يا دكتور كنا سعادة جداً موجود حضرتكم عنا سنواتي جيدة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لكم